موسيقى مساء الخير إلى أين نذهب في مجتمعاتنا فالطريق إلى الحداثة محفوف بعوائق العقل التقليد البطيركي وسلطات التوريث الممنوع الممسوك بغيبيات دينية ومجتمعية عتيقة والطريق إلى الدمقراطة تعترضه سلطات تعرف كيف تمسك بالمؤبد في الحكم وكيف تناور وتغير جلدها للبقاء على رأس السلطة والطريق إلى العقل النقد والعلم مقطوع بتقليدية التربية وببغائيتها والطريق إلى النهضة جربت قبل قرن ونيف وقطعت أو أجهضت وعلى يد الدول الوطنية نفسها وانكفاء النخب أين المفر إذن؟ فالماضي الذي يبقى ماضياً بتقليديته وماضويته والمستقبل الذي يصر هذا الماضي على حكمه يحاصر مجتمعاتنا لكن لا نملك ترف الانكفاء ولا بد من منفذ للخروج من إسار البدائية والغيبية والبطرياركية الاجتماعية والسياسية في هذا سنتحدث مع الدكتورة باسكال لحود لكن قبل أن نتحدث سنعرفكم بها ولدت باسكال لحود في بريح الشوف وتحمل شهادة ماجستير بحثي في تاريخ العلوم والتقنيات من جامعة نانت ودكتورة دولة في فلسفة العلوم من الجامعة اللبنانية عملت في التدريس الثانوي والجامعي والإدارة الثقافية والاستشارة التربوية وشغلت بين 2008 و2014 منصب نائبة رئيس الجامعة الأنتونية للشؤون الثقافية أسست خلالها وأدارت مجلة الجامعة للبحث العلمي المتعدد لاختصاصات بيرتيناص وأطلقت سلسلة اسم علم للإضاءة على نتاج مفكرين لبنانيين واستحتثت قسم التنشئة المواطنية وساهمت في تطوير منشورات الجامعة ودرست في كليتي اللهوت وإدارة الأعمال ونظمت وأدارت عشرات المؤتمرات الثقافية من مؤلفاتها روني حبشي 1915-2008 بالاشتراك مع نصيف قصده وقراءة النقدية لإيمانويال لوفينا ولها كتاب قيد الطبع عنوانه فلسفة العلوم الاستقلال الفلسفي وجورج قرم علم الأصالة المنفتحة بولوس الخوري فيلسوف اللاكمال أحمد بيدون علم المعاني والمباني جورج خضر أسقف العربية وأشرفت أيضا على سلسلة وطن المخصصة لأعمال المؤتمر الوطني في الجامعة الأنطونية منها لبنان الجديد في مواجهة الأسئلة القديمة ولها عشرات الأبحاث الأكاديمية باللغتين العربية والفرنسية متأهلة من الدكتور فؤاد عزيزي ولهما ابنه اسمها شاد أهلا بكم أهلا بك دكتورة الحوت في أجرس المشرق سيدتي كل منجزات العلم ومرور أكثر من مئتي عام على ثورات غيرت الوقاع السياسية والاجتماعية في العالم لماذا ما تزال مجتمعاتنا تعيشوا واقعا سياسيا يمكن من القرون الوسطى أو مما قبل هذه القرون الوسطى هذا هو السؤال الجوهري السؤال الذي حاول أن يجيب عليه النهضويون الأوائل ثم جيل النهضويين الذي فشل في القرن العشرين هل لدينا جواب بسيط على هذا السؤال؟ لا أعتقد أن هناك جوابا بسيطا ولكن بالإمكان أن نتبين عدد من المعوقات عدد من الاستعصاءات إذا جاز التعبير في هذا المجتمع بدءا من بداية النهضة الأولى التي تحدثت عنها من بعد حملة نابوليون على مصر يعني وصولا إلى الآن في أفكار حول ماذا ينبغي أن نفعل لنخرج تبينها النهضويون الأوائل يعني من بداية القرن التاسع عشر حول تأخرنا العلمي حول حقوق المرأة عندنا حول مفهوم المواطنية يلي مش موجود إلى آخره يعني الموضوعات الأساسية التي علينا أن نعمل فيها جهدنا الفكري وجهدنا السياسي والاجتماعي يبدو أنها كانت واضحة منذ البداية وهي واضحة لمن يريد التفكر التأمل بواقعنا حاليا واضح مكامل الخلل لمن يسمح لنفسه بأن يفكر لمن يسمح لنفسه بأن يتساءل واضح وين هي مكامل الخلل ولكن إذا كان جيل النهضة الأولى وضع الأفكار لم يحظى بإرادة سياسية هي التي تريد نشر هذه الأفكار وتحويلها إلى بناء مجتمعية إلى مؤسسات تحملها لا يكفي أن تكون الأفكار موجودة بالكتب لا يكفي أن تكون الأفكار متداولة بين النخب الثقافية بدأ إرادة سياسية تحملها هل نحن الآن بما أنه في عنا ثورة اتصالات وأنه الوصول للمعلومة ووصول للأفكار عبر الإعلام عبر كل الوسائل المتاحة الوصول إلى الأفكار بات أسهل لكن هل لدينا الأفكار؟ هل لدينا الجرأة الآن لنطرح ما طرحناه في الخارج 19-19؟ ذكرت أن هناك معيقات من واجبنا من واجب من يتنطحون للتنوير أن يدلوا على الأقل بإصبعهم يعني أن يكونوا وأن ينزلوا إلى الشارع أيضا المعيقات التي تقف أمام الحداثة في المشرق وبلاد العرب ما هي برأيك؟ أولا تصور جامد وتقليدي للنص الديني والعلاقة معه وهيدي ما فيه شي جديد بتصور كمان هيدا الموضوع أشبع دراسة وتحليل بالعالم العربي من قبل أجيال متتالية ممن دفعوا تمن فكرنا النقدي ومحاولتهم إعادة فتح باب التفكير بالموروث الديني على الضفتين المسيحية والإسلامية أولا لدينا هيدا الورشة الفكرية يبدو أنه بدل ما نتقدم فيها عم نتخلف فيها يعني من علي عبد الرازق وصولا إلى نصر حامد أبو زيد إلى ما نشهده اليوم عم نتخلف بجرئتنا على الشعور يقصدك علي عبد الرازق بالإسلام وأصول الحكم نعم أنه عم نتخلف يعني من طريقة تجاوبنا مع هالمحاولات بصرف النظر يمتها من الداخل فينا نكون معها ونكون ضدها بس المحاولة بحد ذاتها هي شيء جدير بالاحترام يعيس تجراءنا كعرب وكمشرقيين على إعادة قراءة النص على أنه هالنص الديني يتحدث معنا لم ينتهي ما يود أن يقوله الله لهذا العالم في عصر التدوين من حقنا أنه نرجع نسائله على ضوء العصر في ضوء احتياجاتنا في ضوء ما تغير في هذا العالم هذه مسألة أولى مسألة تانية طبعا التخلف العلمي والتكنولوجي هو كمان شيء ملفت يعني بعد 200 سنة مثل ما تفضلت حضرتك على الاحتكاك بالحداث الأوروبية نحن في حال من الاستنقاع العلمي والتكنولوجي المذهل يعني كيف تمكننا من أن نبقى حيث نحن بهذا الموضوع بحين أنه العالم كله من حولنا عم يتقدم العالم كله من حولنا فهم أنه لا سيادة من دون تطور علمي واكتفاء ذاتي من حيث الإبداع التكنولوجي لا تقدم لتنمية اجتماعية من دون علم لا تقدم في البنى الثقافية للديمقراطية ما فيك تمنى ديمقراطية بدون حتى أدنى من الثقافة بظل فكر غيبة فكر تقليدي ما بتنبانا ديمقراطية حقيقية فهؤلاء الإطارين يضاف إلهم كمان مجتمع أتحدثت حضرتك على البطرياركية وحقوق المرأة والوضع المأساوي اللي نحن فيه من هذه الناحية رغم كمان كل المحاولات على الصعيدة الفكرية اللي صارت ولكن بعدنا يعني نحن في لبنان عشنا نضال لحتى نطلع إنون إله علاقة بالعنف الأسري وما زال هنالك من يدافع عن أشكال معينة من العنف داخل المنزل ضد المرأة يعتبر أنها من حق الزوج يعتبر أنها ليست مشكلة يعني نحن بالقرن الحادي والعشرين مضطرين أنه نرجع نفكر ونثبت ببديهيات ببديهيات من شن هيك بيطلع عنا فتاوى مثلا أنه المرأة إنسان يعني بعد فينا نطلع هالأضايا بالقرن الحادي والعشرين هل سطوة الماضي سيدتي واستطالة هذه السطوة تجعلنا عصات أو يستعصي علينا التحديث والمعاصرة أظن أن الأصحة القول هو استقالة الحاضر يعني كل الشعوب عندها ماضي وفيها تاخد من ماضية تاخد منها قوة دفع لحتى تعرف أنه إذا كان عندها عصور ذهبية سابقة فبإمكانها أنه تستعيد عصور الذهبية أنه هي منه محكوم عليها بالإرحيطات منه محكوم عليها بأنها تبقى على هامش التاريخ والعرب والمسلمين والمشرقيين عندهم هالتجربة التاريخية اللي بتسمح لهم يبتكوا عليها تقولوا أنه كنا قادرين على ذلك فنحن قادرون على إعادة هذه التجربة من دون تقليدة ولكن المشكلة أنه إحنا عندنا ماضي ما بدنا نعيش الحاضر يعني بدنا عندنا أسطرة للتاريخ عندنا مفهوم للتاريخ بيجعل أنه أقصى ما يمكن أن نرجوه هو التقدم إلى الوراء إلى العصور الذهبية السابقة في حين أنه المستقبل قدامنا الحاضر هلأ بده إجابات على الحاضر إجابات الماضي مهما كانت عبقريتها لا تصلح لأسئلة الحاضر هالاستقالة من الحاضر هي المشكل أن يكون عندك ماضي بها العراقة أن يكون عندك تراث أن يكون عندك كتب مقدسة وما حول من إنتاجات حضرية مهولة جيد جدا ولكن مش لحتى بالحاضر نستقيل كليا ونجعل كل الإجابات على الحاضر يجب أن تكون من الماضي يعني بهذا المعنى أنت كأنك تقولين أن عقلنا ما زال مقتورا بالماضي مقتورا بكمان أجزاء من الماضي وبتتصور مغلوط عن هذا الماضي يعني نحن لو عندنا وعي تاريخي حقيقي للماضي بمحدوديته بنسبيته لأنه هي الكوامن الإبداع بفكرة التاريخ نفسها يلي نحن مستقلين منه وما بدنا نفوت بفكرة التاريخ عندنا مؤبدات يعني بدنا نفهم نصوص القرون الوسطى كأننا بعدنا بالقرون الوسطى بدنا نتعاطى معا كأننا بعدنا بالقرون الوسطى في حين لسنا في القرون الوسطى وفي حين تأخرنا عن قروننا الوسطى فعليا كان لنا في هذه القرون فكر علمي كان لنا القدرة على مساءلة النص الديني كانت لنا الجرأة على أن نتناقش في مفهومين مختلفين للنص الديني ما بقى عنا يهن يعني حتى الماضي الذي يمكن أن نتبرم نحن من سطواته على الحاضر لم نعود على مستواه فقدنا ما كناه في الماضي هذه صورة على درجة عالية من القتامة ولكن سيدتي بهذه الصورة ما دور الدين في ذلك؟ في صورة على ما هي أو في تغييرها؟ الدين ليس جوهرا موجودا في ذاته هناك أشخاص يفهمون الدين ويتعاطون معه والدليل على ذلك أن الدين نفسه في مجتمعات متغيرة ووضعيات تاريخية متغيرة يمكن أن يكون فاعل حضاري محرك حضاري ويمكن أن يكون عائقا للتقدم الحضاري نفس الدين الإسلامي اللي عم نحكي عنه هو من دفع العرب إلى البحث عن العلم ولو في الصين لأن العلم جهاد في سبيل الله ومن المهد إلى اللحد هو ذاته ممكن نتزرع فيه لحتى نقصي العقل لحتى نقيل العقل لحتى نقول ممنوع من تمنطق فقط تزندق ولا فلسفة في الدين ولا فكر فعليا فيه تفاعل مع النص الديني هو بيحدد كيفية ماذا ننطقي أولا من النص الديني لأنه بالنص الديني شئنا أم أبينا فيه تنوع يعني فيك تطلع على ناقصات عقل ودين بهالتراث الإسلامي إذا ظهرنا خارج النص حسرا وفيك تطلع على إشيات تانية على مشرقات مشرقات يعني فيك تطلع علي منك وهيدا اللي صار كمان بالمسيحية الغربية يعني قبل ما تعترف الكنيسة بفصل الدين عن الدولة كان موجود النص يلي بقول أعطوا لي قيصر لي قيصر وما لله لله كنا عم نطلع عن نصوص أخرى المشكل منه بالنص ومنه مع الله المشكل مع السلطة من يؤور النص إذن هنا دور التأخيري يعود إلى سلطة المؤسسات الدينية ما أنا متأكدة أنه مؤسسات دينية بالمعنى المؤسسة يعني هي المؤسسات الدينية متداخلة بشكل واسع مع المؤسسة السلطوية بالعالم العربي فبالتالي هو مزيج من هالتحالف المرضي ما بين السلطة والسلطة السياسية والسلطة الدينية بين الرئاسة والسياسة هذا الفيروس المشترك طيب سيدتي بهذا المكان أين موقع الديمقراطية كإحدى قيم المعاصرة في سياق التربوي الذي نعيش لأن التربية وأنت جزء منها تمارسينها كيف تصبح أيضا هذه التربية ثقافة بحد ذاتها هل هذه التربية على الديمقراطية موجودة في البيئة؟ هل هي موجودة قبل ما تتحول لثقافة؟ أصلا الديمقراطية بحد ذاتها بدون هذه الثقافة هي شكل آخر من أشكال الطغيان إذا أنت عم تبني نظام ديمقراطي بمجتمع ما فيه تعليم من نسبة التعليم منها مرتفعة بمجتمع نسبة الفقر والبطالة فيه عالية بمجتمع ما زال الإقطاع فيه مسيطر يعني بتكون مهزلة الديمقراطية والدليل على ذلك عدد الدول المسمى الديمقراطية بالعالم الثالث واللي منها ديمقراطية فيها تستورد كل طقوس الديمقراطية من انتخابات وحياة حزبية إلى ما هنالك ولكن إذا الإنسان حاسس حاله والإنسان منه حاسس بقدرته على التغيير بحقه بالتغيير إذا بعده بينظر للمجتمع لأنه فيه إقطاع وفيه فلاح إذا كان بعده روسو كان يقول أنه لحتى تستقيم الديمقراطية ينبغي أن لا يكون أحد فقيرا إلى درجة أن يبيع نفسه ولا أن يكون أحد آخر غنيا إلى درجة أن يستطيع أن يشتري الآخرين بمجتمعاتنا التفاوتات الاقتصادية هائلة وهذا آنون بعلم المعلم السياسي مطرح ما فيه تفاوت اقتصادي وتركز للسروة ما فيه مجال للديمقراطية العالم اللي عندهم السروة بيتحكبوا بمفاصل الحكم مفاصل المعلومة ومفاصل اتخاذ القرار الديمقراطي خارج هالبنية الثقافية بنية القيم أنه كلنا متساوين أنه في كهرامة الشخص البشري بصرف النظر عن انتماء والأكترية وأقلية خارج مفهوم الفصل بين أنه ما لله وما للدنيا ما لا تستقيم ديمقراطية والدليل عدد ديمقراطياتنا يعني المسمات ديمقراطياتنا إذن أين هي ديمقراطياتنا بعيدا عن التبدي السياسي لها في البنية الثقافية والذهنية في مجتمعاتنا في المشرق وبلاد العرب أين تتبدى ملامحها سيدتي أظن أنه لمجال لشيوع ثقافة الديمقراطية بمعنىها الحقيقي خارج ثورة معرفية خارج أول شيء الفصل تضييق مال الدين بحياتنا أين ينتهي الدين ما هي وظائفه وهل هناك خارج للدين حتى بهالخارج مارس أنا والمواطنين الآخرين حقنا بإدارة حياتنا يعني الديمقراطية هي حق كمواطن كعضو من الإرادة العامة بإني أرر مصيري هل يترك لي الدين خارجا أم يريد أن يتدخل بكل شيء وأتركه هو يشرع في كل القضايا من الأكل إلى الملبس إلى الحياة الجنسية إلى السياسة والاقتصاد أول شيء بده يصير فيه خارج للدين هذا الشيء اللي مش موجود عنا كل شيء ديني كل شيء مقدس كل شيء متوطم وفيك الدق فيه أول شيء بده هل حصر بده إعادة شعورنا بأن العالم يمكن معرفته بالعقل يعني كل ما هو نحن بحالة استقالة العقل الطبيعي حتى نرجع لتسميات الأديمة ما في مجال للديمقراطية ثالثا كرامة الإنسان كرامة الإنسان أو المواطنية أنه طالما نحن بعدنا نفكر أقليات وأكتريات ومسيحة ومسلم وسنة وشياء ما مجال للديمقراطية لأنه أنت ما بدك تتكافل مع الآخر على رأي بعدك عم تنظر للانتماءات الأولية يلي معها ما في داعي لديمقراطية يعني طب بيقدر واحد يصوت باسم المجموعة طالما نحن كشيعة هيدا رأينا أو كسنة هيدا رأينا أو كمسيحيين لشو لعبة الديمقراطية فينا نصير أسهم بشركة السنة يعني ويصوت باسمنا طالما بعد أراءنا مرتبطة بانتماءاتنا الدينية مش بفكرة مصلحية عن الحياة العامة يعني أشتم من إجابتك أنك تلقينا ضوءا على الديمقراطية من سياق المجتمع السياسي اللبناني طبعا طبعا أنا لبنانية ومحاطة بهذا الإشكالية وبهذا الديمقراطية يلي هي بالوقت عينه عريقة وهشة ومنى ديمقراطية وإشكالية وهالنظام يلي هو بيحمل حريات بس هو مشكلتها الأساسية ولكن إذا نظرنا على امتداد منطقتنا محاولات الدمقراطة عطول بتنطلق من كون هالبشر العرب أو المشرقيين منن بشر هن جماعات بينحكى عنا مش كمواطنين بينحكى عنا كجماعات وهذه الفكرة نفسها هي فكرة مضادة للديمقراطية فكرة الجماعة الديمقراطية بداية هي السماح للفرد بأنه يعيش أعلى درجات لا ارتباط لا ارتباط ولا جماعة يعني يكون هو كفرد لا عيلته ولا طيفته ولا شيء وهو من هون براح يرتبط مثل ما بده بس أنا لازم كدولة كقانون اسمح له أنه يعيش في حالة لا ارتباط بينما نحن يبدو أنه ما حدا بده يشوفنا ولا نشوف أنفسنا كأفراد بداية بدنا نشوف حالنا كجماعات ونظل أسرى هذه المعنى معنى هذا أن الديمقراطية مرتبطة بحبل سرة بشكل فعلي بالعلمنا بتقدير نعم بتقدير نعم وهيك نشأت وهيك نشأت بشكل الحديث يعني إذا ما رجعنا للشكل اليوناني للديمقراطية حيث المسألة الدينية ما كانت مطروحة ما في مجال لديمقراطية لنقاش سياسي حقيقي طالما نحن بهالتداخل المميت ما بين الدين والسياسي وطالما نحن مرتبطين بانتمائتنا الأولية بهالشكل القاتل والذي اكتشفنا على مدى قرون أنه ما بيوصلنا لمطرح إلا مزيد من التخلف ومزيد من الاقتتال هل المؤسسات الدينية قبل أن نذهب إلى الغرب قراءة للبني المؤسساتي لسلطة الدينية في المشرق مسيحي أو مسلمي تتبنى مفهوم الديمقراطية هل تحبذ من داخلها فكرة العلماني برأيك؟ أستطيع التحدث بسمح لحالي أتحدث أكثر عن المسيحية طبعا المسيحية عكس ما تبدو عليه اليوم في الغرب ما كانت فكرة الديمقراطية فكرة عزيزة على قلبها يعني لحد القرن التاسع عشر كانوا البابوات يحكوا عن الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة على أنه حق مسخ على أنه هزيان يعني إذا بترجع لبيوس السادس بيوس التاسع جرقوار السادس عشر ها هي كلماتهم عن فصل الدين عن الدولة ها هي كلماتهم عن حرية الضمير ولكن في ضغوط اجتماعية في تطور تاريخي جبر الكنيسة تعيد النظر وطبعا عندها هي رأس مال أخلاقي موجود بالنص المقدس بفكر المسيحي سمح لأنه تعمل هالانتقال هذا لحتى نبين كمان أنه ما حدا مستعد يعطيك حق هيك بلاش يعني تعاخد الديمقراطية فهالتطور يلي وصلنا إلى المجمع الفاتيكاني التاني وكمان بالمجمع الفاتيكاني التاني فكرة الكوليجياليتي أو التشارك باتخاذ القرار في كتير من ملافنة الكنيسة قالوا ما بدنا نفتح نقابة بالكنيسة ما بدنا نفتح نقابة كليريكية لأنه الكنيسة قايمة على التراتبية على الطاعة على العصمة إلى ما هنالي ولكن هلأ صرنا بمدى آخر يعني لما البابا فرنسيس انتخب بابا انتخبوه كرادلي وهيدا شكل المشكلة لا ديمقراطية إذا بدك بالمفهوم اللي نحن عم نتعطفي لكنه خرج إلى أمام الجماهير وانحنى أمامه وأخذ البركة من الجماهير معناتها أنا ما بكون بابا إلا إذا أنت قبلت فيي ولكن منذ الأسبوع الماضي كان هناك كلام لافت جدا سيدتي للبابا فرنسيس أكد بالحرف أن العلمانية هي الطريق الوحيد للدولة هذا كلام جديد بالمعنى المطلق أن يقال هكذا عن البابا ما رأيك في هذا؟ هل هو فعلي أم تحت ضغط الواقع؟ يعني إذا نذكر بناديكتوس السادس عشر كمان بالإعلان حول الحرية الدينية يعني مثل ما قلنا كانت الكنيسة تعتبرها غرطقة يعني والأول شيء بالفاتيكان التاني الإعلان حول الحرية الدينية اسمه في كرامة الشخص البشري إنه إذا بدي احترم كرامته ما بدي أجبره أنه يؤمن يعني فكرة الإكراه على الإيمان هي فكرة مسخة يعني ما بتركب مع بعضها متناقضة فتطور الثقافة بالكنيسة الكاتوليكية وصل إلى أنه الفصل بين الدين والدولة بين الكنيسة والسلطة هو حماية للصلة الكنيسة أولا حماية للكنيسة أولا طبعا ومناداتها هي ككنيسة بالحرية الدينية يعني هي المؤتمنة على ما يعتبر رسالة الخلاص تقول أنه أنت بتجي على الخلاص بملء إيرادتك يعني السيد المسيح نفسه على الأرض من أراد أن يتبعني ما أكره الناس على أنه بقى نحن في عنا لازم كمان نتطور هذا التطور بهذا الاتجاه كنائسنا المحلية كمان لازم تهدم هالتقدم هيدا سواء بمفهومة للدولة أو بمفهومة لإشتغالها الداخلة بالديمقراطية هذا يدفعني إلى السؤال عن الديمقراطية بالمجتمعات مجتمعاتنا التقليدي هذه الديمقراطية أين تقاربينها مع الحرية؟ هل دائما يجب على الشعوب أن تناطح أن تقاوم السلطات السائدة كسياسة وكسلطة دينية تملك حق سلطتها من خارج الإطار الميتافيزيقي من عالم اللامر ما في مجال للحقوق لناي الحقوق من دون مقاومة من دون مطالبة بهذا الحق هذا طبيعة الأمور ما حدا رح يتنازل حبا بالآخرين عن صلاحيته طال ما قادر يحافظ عليها تحديث إذا كان كرسي كبير ما رح ينو لكن حب ذا لو لا نضطر إلى مقاومة عنيفة لو لا نضطر إلى دفع أتمان من الحياة البشرية لحتى هذا ولا نضطر كمن إلى الانتظار ظهورا كيما نحصل على ما هو بديه وهو من حقنا ولكن بداية بدأت تنشأ هيدا الشريحة هالطبقة هالجماعة الضاغطة ياللي مطالبة للحرية نحنا لم نعبر كشعوب بعد نعبر عن طوق إلى الحرية بس ما عنا طلب على الحرية ما عنا إصرار عليها والدليل عندما يضطح ما فيما تركاج مش عامل ركع الحرية ما عامل ركع مضبوط ما عامل ركع ومنضح فيها بكتير بساطة يعني بآخر أولوياتنا الحرية وعطول من نضبطها يعني حرية مسؤولة حرية مضبوطة حرية أخلق لا حرية حرية وبعدين منحكي أنا أشكرك على هذا الجزء أعزائي فاصل ونعود إلى الحوار مع الدكتورة باسكال لحود انتظرونا إذا أحببتم تحية لكم نذهب إلى تقرير حول مفاهيم الديمقراطي والعلماني والعقل العلمي لدى شرائح في المجتمع كيف تراها بماذا تفسرها ثم نعود إلى الحوار مع الدكتورة باسكال لحود الديمقراطية مصطلح يوناني مؤلف من كلمتين ديموس وتعني الشعب وكراتوس وتعني الحكمة أو السيادة هي نظام سياسي اجتماعي يعود فيه القرار إلى الشعب الذي يتمتع بالحرية والمساواة والعدل وحق الرأي ديمقراطية كلمة عظيمة بس يريد حدا يطبقها ديمقراطية شغلة منيحة لبلد بأدرة بهالوقت هيدا ديمقراطية بدنا ديكتاتورية عادلة أما العلمانية فهي فصل الدين عن الدولة والحكم وتعني اصطلاحا فصل المؤسسات الدينية عن السلطة السياسية وقد تعني أيضا عدم إجبار الحكومة أو الدولة أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معينة دين لازم يضلوا بالبيت بين الشخص وإلا ما لازم تدير بلد لازم يكون فيه انفصال بين الكنيسة والدولة السؤال العلمانية شيء مشرجع ببلدين العربية موجودة وبما أنه يعني أنا بالنسبة له هذا أنه بحب أنه كل واحد يكون عدينه ومش غلط أنه إذا نحطت يعني إذا نوجد أنا مع العلمانية التوحيد للمحمديين والمسيحيين مع بعض أنا مع فكرة العلمانية يشتغلوا على موضوع العلمانية عدم التمييز ما بين المحمديين والمسيحيين بالمنطقة كلها أفرز المذهب العقلي في الفلسفة نوعا من ضرورة اعتماد المعرفة الإنسانية على التجربة وأدى تطور العلوم إلى ظهور فكرة العقل العلمي على اعتبار أنه لا وجود لتجربة علمية مستقلة عن العقل المناهج الدراسية كلها صفت كمانا تسوسي ما كانوا حتى يخلونا نعبر عن أفكارنا بصف الفلسفة ولا بصف التاريخ يحفظونا وبدنا نسمع للترمينال يعني كان فيه نوعا ما من الفيشية بالمنهج العلمي كتير برامج تعليمية تعليمية عم تجرب تطبق وتدخل الفكرة العلمية بس للأسف المجتمع والموجود والدين عم يغلق بس نحن نحن نجرب أهلا بكم من جديد في أجراس المشرق دكتورة الحود أين هو العقل النقدي في مجتمعنا مغيب هذه كل أزمتنا من النهضة من قرنين من الزمن سماحنا للعقل بأنه يمارس قدراته بحرية هذا كل التحدي ومشكلتنا الخوف من العقل الخوف من الجديد الخوف من أن نعيد النظر بتراثنا بمعتقداتنا بقيمنا كما لو أنه مع كل هالاعتداد بالتراث والاعتداد بالحقائق الدينية نحن في العمق لا نصق بها فبالتالي نحميها من أي محاولة نصورها نصورها لو نحن فعليا مؤمنين فيها نتركها في مهب العقل نتركها في مهب العقل لماذا نخشى على الله نقول أن الله قدير كلي القدرة لماذا نخاف عليه لماذا نخاف عليه لماذا نخاف عليه من العقل هو يجب أن يخاف علينا ممطئيا بس نحن نخاف على الله وندافع على الله ونرعى حقوق الله أليس في ذلك تناقض مشكلة أنه لا نرى تناقضا في استيائنا في كل مرة يقال فيها شيء نعتبره مساسا بمعتقداتنا الدينية الله نفسه أعطانا هذه القدرة خلقنا بهذا الشكل أستعيد دائما كلمة للمطران خضر يقول إذا كان الله نفسه صابرا على الاختلاف الديني وبعضنا يعتبر أن الاختلاف الديني هو الردة يعني هناك دين صحيح والآخرون في ردة إذا كان الله صابرا على الردة فمن أنا حتى ينفذ صبري من أنا حتى أعتبر أن هذا الكاتب يجب أن يكفر وأن هذه الفكرة تمث بالله وأين أوصلنا هذا التكفير المستمر هل حمى ديننا هل حمى مجتمعاتنا كلا من يفرم العقل النقدي في مجتمعنا في سلطات على أنواعها ليس من مصلحتها أن ينمو هذا الفكر النقدي ليس من مصلحة السلطة السياسية لدينا أن ينمو جيل في العالم العربي يسأل نفسه عن مشروعية السلطة يسأل نفسه عن حقوقه يسأل نفسه عن سبب تخلفنا في هذا المجتمع أكيد ليس من مصلحتها شيء في مؤسسات دينية متحجرة عيش بوكالتها الحصرية على التراث والعقول وحياتنا كلها وفي أيضا المجتمع الذي كما قلت سابقا لتقديري لم يعبر عن إرادة صارمة في أن يتحرر وقبل التعبير عن هذه الإرادة غير المشروطة بأن نتحرر ما في شيء رح يتغير العقل العلمي سيدتي قاد مجتمعات إلى ما بعد المعاصرة من يكبته أيضا نحن نتكلم عن العقل العلمي يعني العقل النقدي بيخوف بالسياسي العقل العلمي بشو بيخوف ما هو يعني أساس العقل النقدي هو العقل العلمي يعني العقل العلمي يقول بمعرفة موضوعية أصلها العقل أصلها الاختبار أصلها الضحض يعني لما بتفوت بالمنطق العلمي لدينا معرفة نحكها بالاختبار وإن تبين أنها صالحة تبقى وتبقى مؤقتا ريثما نثبت أنها خاطئة وإن تبين أنها خاطئة نضحضها نلغيها نضع مكانها نظرية أخرى ونجربها لا نريد أن ندخل في هذه المغامرة نحن نعيش في مؤبداتنا في عقائدنا في يقيننا المفرد في كل شيء لا نقوى على الشك ولا نريده من جهة أخرى نحن نغميصون بأزماتنا السياسية بأزماتنا المجتمعية ببؤسنا على كل الصعود في حين أن الفكر العلمي هو استعادة الدهشة إذا الكون تساؤل بمعنى من المعاني هو ترف صحيح أن الفكر العلمي يؤدي للتقدم التكنولوجي ويمكن أن ننمي الفكر العلمي كمقدمة للتنمية الاجتماعية كمقدمة للتحديث ولكن أيضا الفكر العلمي هو الجرأة على مساءلة الكون من حولنا نحن فقدنا هذه الحشرية في العالم العربي فقدنا هذه القدرة فقدنا هذا التراث يعني طالما يحبون التراث إذا هذا الحاد ما في التراث أيضا عندك الخوارزمي وابن سينا وهذا تراثنا أيضا يلي استغنينا عنه يعني الأسئلة العلمية هي أسئلة ليس لنا ترف طرحها حاليا لأنه لم يكن لنا شرف مكابدتها نحن مستقلون من التساؤل ولا نظمنا التربوية بتشجع على التساؤل منعلم بطريقة استظهارية منعلم بطريقة ما تمس بالوضع القائم ولا ثقافتنا يعني إذا أخذنا التلفزيون نحن هل تلفزيون هل لا انظر إلى ملايين الدولارات التي تنفق على برامج الهوات كأن ملايين العرب منظورين للغناء والترفيه عن بعض والرقص لحتى ما نقول إشياء تانية برميع مش علمي واحد مش موجود في تقرير للإونسكو بالألفان وعشرة على ما أظن عن وضع العلوم بالعالم بيقول أنه عند العرب نسبة المقالات العلمية لكل مليون نسمي لأنه هذا هو المعيار سبعة واربعف عفواً تلاتة واربعين مقالة لكل مليون نسمي في حين أن المعدل الوسطي العالمي هو مية وسبعة واربعين مية وسبعة واربعين ما عم بحكي عن الدول المتقدمية اللي عندها أعلى سكورات عن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لا عم بحكي عن المعدل المقبول العالميا مية وسبعة واربعين نحن تلاتة واربعين نحن تلاتة واربعين ما هو العلم الذي نتلقاه الآن؟ هل هو مجرد علم نقلي؟ ما هي العلوم التي تدرس لناشئتنا لبيوتنا لأولادنا وهذا العلم إلى ماذا يؤدي سيدتي؟ لدينا العلوم كما يفهمها العالم المعاصر موجودة في مدارسنا على مآخذ متعددة لدينا على طريق التدريس بس هالتدريس للعلوم المخرج الأساسي لأله هو تصدير هؤلاء الشباب الذين يدرسون المنهجيات الحديثة الذين يدرسون العلوم الحديثة إلى الخارج هذا الجزء الأساسي الذي تعمل منظوماتنا التربوية أنه في حال بنت أدمغة جديرة بأنها تكون رافعة النهضة بمجتمعنا بيكون مصيرة بوفق التوزيع الوظائف في العالم العربي غياب التخطيط للتوزيف غياب التخطيط للنهضة الصناعية بيكون مصيرة أنها تفل بينما ما يحيط بالعلوم الصلبة يعني التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والأدب وإلى ما هناك هو يعني فيه تطهير سيستامي منهجي للفكرة النقدي إذا أخذنا مكان ما ديمكننا عم نحكي عن النهضة فلنأخذ فكرة النهضة ماذا بقي من فكرة النهضة في المناهج اللبنانية مثلا شعر عواطف حنين إلى الوطن بيدرسوا تلميزيا ثلجوا قد هياش تأجاني أكثر بس ما بيدرسوا ما بيلتقوا بهالبروغرام بهالمنهج ما بيلتقوا ببطرس البستاني ولا بشبل الشميل ولا بطه حسين إلا إذا بدنا نحكي أنه كان أعمى وحرام بس هيك بس مش أنه كيف تستجرأ أنه يتعاطى بطريقة حدثية مع التراث مع الشعر الجاهدي كل المسألة الاجتماعية كل الفكر يلي سأل فيه المفكر العربي نفسه ليش أنا هون وكيف بدي أغير مجتمعي مقصد في حالة ثقب أسود يعني بالذاكرى الجماعية مش موجود يعني أفهم من من إجابتك سيدتي أن النظام التعليمي في بلادنا هو نظام طارد للعلماء طبعا يعني يمكن أن ينتجهم ولكن يطردهم ينتجهم بشكل يعني صناعة أولية تصنيع أولي مش إلى ما بيصنع علماء للآخر يعني بيصنع بمرحلة معينة من التعليم يصدرهم مؤخرا للمبدعين مظبوط مظبوط يعني وهيدا واحد من أسباب الاستنقاع التكنولوجي اللي نحن فيه هيدا السؤال بيطرحوا كتير على نفسه أنتوان زحلان يعني أنه ليش بعدنا مطرح ما نحن في حين شعوب أخرى ما بدأ نحكي عن أوروبا نحكي عن آسيا نحكي عن برازيل نحكي عن الهند تطورت علميا واحد أهم المشاكل المشاكل هو مش هجرة الأدمغة هو تهجير الأدمغة هو تهجير ما موقع المثقفين في هذا التهجير ما موقعهم أصلا مما يدور في بلادنا ما موقعهم من القتال لتثبيت العقلين النقدي والعلمي سيدتي سيدي لا أدعي ولا أزعم أن لدي حلا أو إجابة لمسألة المثقفين يعني هي معضلة ما هذا من نعبدو حل نحن نطرح هي معضلة يعني وظيفة المثقف تحديد المثقف مشروعية المثقف هي مسألة مشكلة ومعضلة أنا بحكي عن مسؤوليتنا الجامعية كل واحد بالموقع اللي هو فيه بما تيسر له من معرفة ومن قدرات بدون مصنف الناس مثقفين وغير مثقفين هيدا هي معركتنا هي بداية أنه نتوضح لإلنا الأولويات وأنا بتأديري معركة حرية بداية وكل الباقة يعني المسائل الأخرى يلي ضع تاه فيها المثقف المشرقي بين دين معتدل ودين متطرف وشوي لأدام وشوي لورا واعتدال وهالجاذبية الصاحقة اللي بتمارسها السياسة على المثقف العربي جعلت أن دوره يكون محدود وجعلت من السهل الاستفراد السياسي والديني بالمثقفين المجددين يعني تاريخنا حافل بالتكفير تاريخنا حافل بالإعدامات لمفكرين تاريخنا وتركوا واحدين يعني فعليا لم نتململ حتى كمجتمعات لحتى نقول أنه لا يجوز أن يعدم إنسان أو ينطلق من زوجته أو أنه يكفر أو أنه يطرد من جامعة بسبب أفكاره هذا الشيء بيلقي تساؤل عن إذا نحن معش جامعة أو بتلقي تساؤل عن إذا نحن معش مفكر هذه المسائل بترجعني لفكرة المقاومة الثقافية دفاعا عن فكرة الحرية بصرف النظر عن مضمونة بصرف النظر عن فكرته إذا مظبوطة أو لأ من حقه أنه يكون عنده فكرة مش مظبوطة من حقه هذه بديهيات مفهوم الحقوق الإنسان هل يعمل عقلنا دكتورة لحود على توقيت الغرب إشكاليتنا مع الغرب إشكالية كمان قديمة هل نتبنى ما في الغرب لحتى نتقدم أو نرجع إلى تراثنا في مسائل نحن فيها بتوقيت الغرب حكما في عولة محالية في مسائل تفرض نفسها علينا الأزمات الدولية تفرض نفسها علينا الأزمة البيئية العالمية سواء كنا نحن أسهمنا في الصناعة في الثورة الصناعية اللي أنت جتها أو لا نحن رح ندفع تمنى يعني نحن مرميون في هذا العالم شئنا أن نعاصره أم لم نشأ يعني بس تفاعلنا معه تفاعل سلبي حكما لأنه نحن إرادتنا يعني ثقلنا كإرادة عربية أو كإرادة مشرقية بالعالم هو قريب جدا من الصفر بمواضيع أخرى استيراد كمان سلبي جاء مدمرا أو جاء مضرا عننا يعني نحن عندنا استيراد للتكنولوجيات بدون استيراد ثقافتها استيراد الفكرية اللي خلفها استيراد للديمقراطية على بناء اجتماعية من مستعدة للديمقراطية ومن دون إرادة سياسية لتحضيرها يعني أنا ما عم أقول إذا ما في بناء اجتماعية خلونا منطرة بس إذا استوردنا ديمقراطية على قليلة نشتغل على بنيان شروط إمكانة الاقتصادية والاجتماعية نحن فيتين بحالة بحالة استيراد استيراد سلبي عطب أغلب الأحيان يكون مضرا وفي دوائر بثقافتنا عايشة بتوقيتها الخاص يعني توقيت إذا بتشوف توقيت عدد كبير من من المؤسسات الدينية بتحكي مع العالم العربي كأنه نحن بالقرن الـ 12 يعني إذا أردنا أن نقول للمجتمع تعالى يجب أن نذهب إلى مكان ما إلى أين باتجاه حقوق الإنسان باتجاه إعادة قدرتنا على العيش في هذا العصر بسعادة يعني بالنهية مننسى أوقات والهدف من السياسة نفسها هو أن نعيش سعادة نحن شعوب مأزومة بكل شيء مأزومة اجتماعياً اقتصادياً ثقافياً مأزومين وصرنا فترة طويلة من عصر الانحيطات مأزومين حلنا نخرج منه حلنا نخرج بقى من هال واضح واني مكامن أزمتنا يعني وخوف هالخوف اللي مكبلنا ما عنا شي نخاف منه أكثر من اللي نحن فيه يعني خلينا نطلع من حولنا البؤس العام يلي نحن فيه المأزومية العامة يلي نحن فيه بالمنطقة عودتنا مؤخراً إلى ما بدي أقول إلى عصور الوسطى نحن عودنا إلى عصر الهماجية والتوحش ما المسكوت عنه من العلم في بلادنا سيدتي؟ طريقة معينة بفهم النص الديني واعتبار أنه كل المعارف موجودة بقلبه السلطة السياسية نرجع إلى السلطة السياسية اللي مش من مصلحتها أنه تنشأ كانوا بالزمان يسموها برجوازيات أنه تنشأ برجوازيات علمية أنه يفوت الفكر العلمي إلى هذا المجتمع نصير نقارب مشاكلنا الاجتماعية بحد أدنى من الموضوعية مشكلتنا الديمقرافية بالعالم العربي من يستجرق على طرحها بشكل علمي برات العدادات الطائفية من مننا يستجرق على الحديث بتنظيم العائلة بمجتمعنا العربي خارج إطار ما يدعو إليه القرآن وما يدعو إليه كتاب المقدس من مننا يستجرق على الحديث عن تفاوت السروة بعلم الاقتصاد كمان خارج الأفكار المتقدمة ما حدا ما بدنا نطرح هذا الموضوع حقوق المرأة مين بده يطرحها بمسلط طريقة موضوعية هل يمكننا فعلا كمجتمعات الاستفادة من شرعة حقوق الإنسان بكاملها أم أنه يجب أن يكون انتقائيين فيها فيه طبعا فيه أنا بعرف جماعات معينة عندما أخذ على أجزاء معينة من شرعة حقوق الإنسان خلينا نفتح النقاش أنا شخصيا مع أنه نخدها كلها مع أنه نتعاطى مع الفرد البشري على أنه فرد قوام على نفسه مش نحن بدنا نقرر له إذا يجوز أن يكون هكذا أو لا نترك له حرية هلا بس فيه بتصور فيه فيه استعدادات متفاوتة لقبول هذه الفكرة في المنطقة خلينا نفتح النقاش خلينا نفتح النقاش النقاش بحد ذاته هو شغلة إيجابية أنا شخصيا مع حقوق الإنسان إنسان بكامل قامته الإنسانية ما يكون مبتور من ولا ناحية من حقوقه كلها حقوق اختيار دينه حقوق اختيار سكنه شريكه توجهه العاطفة كله أنا شخصيا مع هالحرية هاي دي ولكن إذا فيه عنا فيه عنا ما أخذ خلينا نخدها ونقشها بس كون عنا موقف من قضية الحرية يكون عنا موقف جديا يليق فينا كبشر بالقرن الـ 21 أي نهضة نحن نحتاج دكتورة لحود دعني أبدأ بالقول إنني لا أجد تناقضا بين بين التشاؤم وإرادة النهضة يعني أرى تلازما بين تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة نحن في موقع لا يعطينا ترف ترف أن ننكفئ كما قلت ولا ترف النيأس كمان يعني اليأس بده ترف نحن معنا حتى موقع نيأس فيه رح يهجموا علينا مطرح ما رح نروح نيأس النهضة الأولى لا أظن أنها كانت مجرد استيراد وحتى ذلك الاستيراد يعني واحد التقى بحضارة مختلفة عن حضارته وتساءل لماذا هي هذه الحضارة متقدمة ولماذا الناس سعداء يعني هذا اللي كمان نستشفه من صدمة الآخر يلي عيشها النهضويين إذا منشوف رحلة باريس مثلا عند فرنسيس المراش إنه ليش الناس هونيك سعداء ونحن مش سعداء هذا سؤال طبيعي وسؤال جميل وأنا منشايفة إنه طرح السؤال ليش الآخرين سعداء ونحن مش سعداء وليه متقدمين ونحن متأخرين هو سؤال مشروع هلأ استقدموا بعض الإجابات جاهزة ما عملوا لها تبيئة مظبوطة تاب هيدا شغلنا بدنا كمان إنه تنتعطى مع النهضة مثل ما تعطينا مع القرآن إنه يعطونا الوصفة كاملة وما بدنا نستقيل في وصفة فينا نطورها فينا ننساها فينا ننسفها ونعمل غيرها وصفة نهضتنا الحالية أو المرجوة أو مثل ما بقول نصيف نصار النهضة الثانية ولكن ما في إقالة أو يعني إعفاء لألنا من التفكير بكيف ننهض سواء كنا نعترف بالنهضة العربية أم لا نعترف بس يعني ظني أنه أغلبية من لا يعترفون يعتبرون أن النهضة الحقيقية ينبغي أن تكون بالرجوع إلى الوراء النهوض هو بالنظر المستقبل لا نهوض بالنقوص بالنقوص شكرا جزيلا أعزائي أن المجتمعات الحية والتي ما تزال مياه المستقبل تجري في عروقها لا تقبل إلا بالعقد لهاديا وشرعا ليحكم الآتي من حيواتها هكذا أثبت التاريخ وهذا هو الطريق إلى الحياة شكرا للدكتورة باسكال لحود على حضورها في أجراس المشرق شكرا للزملاء في البرنامج وقناة الميادين الذين يقرعون معي هذه الأجراس شكرا لكم على لطف المتابعة ومن أراد منكم الاستزادة فدونه موقع أجراس المشرق على الفيسبوك مشكورا ودائما سلام عليكم وسلام لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر